يعني مست أحد النواب التهمة أنه جلب عملة مزورة من إيران وبيعها في السوق العراقي مقابل الحصول على اللي هو الدينار العراقي نعم الدينار العراقي تزويرها وعن طريق البنكو هذه حقيقة ينبغي التحقيق بها من قبل السلطات العراقية لأن هذه التهمة إما تبرأ هذا الشخص أو تدينه أما أنه التغاذى عن هذه التهمة خطيرة تمس الأمن القومي أو الوطن العراقي على نحو كبير خطير جدا يعني يستورت بنك عملة مزورة مطبوعة في إيران ثم يتم بيعها في العراق ثم شراء الدولار وتهريبه إلى إيران هذه حقيقة تهم خطيرة جدا ولا ينبغي حقيقة السكوت معها لأن السكوت مثل هذه السلوكيات سوف يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد العراقي أيضا سيضع العراق كأنهم دول خارج عن القانون ليس لديها سلطات لكي تكافح هناك ربما غض النظر وهذا غض النظر غير صحيح وغير واقعي العراق لو استمر وفق هذا المنهج أنا أعتقد يعني الآن أنت تتحدث بهذه المعلومة أمام الرأي العام أن هناك نائب جاب عملات مجورة وادخلها للعراق نعم هو صاحب مصرف يعني صاحب مصرف صاحب مصرف الحكومة العراقية لديها هذا الملف تعرف بهذا الملف تعرف بهذا النائب حتى نستطيع أن نؤكد هذه المعلومة وبالتالي نتعاتب على المحكو مع الحكومة الحد المفاشف ليس ساكته وهذا ما نطالب به ليس ساكته الحكومة هل بسبب أنها قادمة من إيران يعني لاحد يستطيع حقيق النقاش هذا لأنه لا يمكن أن يفهم السكوت العراقي بهذه المعلومة هذه المعلومة حقيقة خطيرة جدا وأنا أستغرب أنه لم يتم أي رد فعل سواء لأن هذا الشخص ممكن أنه بريء صح؟ وممكن يدان لكنه غيرا نفتح تحقيق حتى نعرف أنه هذا الشخص المتهم من قبل الخزانة الأمريكية هل هو بريء أم حقيقة متهم فإذا متهم ينبغي أن يعاقب وإذا بريء فينبغي أنه يعني تعود له حقوقه وأنه يتم يعني الرأي العام تصله هذه المعلومة والحكومة ليست لديها هذه المعلومة المخابرات لديها هذه المعلومة هيئة النزاهة ليست لديها هذه المعلومة وأنا أرى هذه الأطراف تشتغل يعني أنا اللي أقرأ بالأخبار يشتغلون ليش من تجيما هذا الولياء توقف؟ هذا هو السؤال نحن ندعو فقط يعني لا نتهم ولا يعني نزكي نقول ينبغي على سلطات العراقية فتح تحقيق مثل ما أنت تقول قد يكون بريء صحيح قد يكون بريء وقد يكون متأه هذا إذا ابن الرئيس وإذا ابن عم الرئيس وإذا ابن عم أكبر رجل بالدولة المفروض يخضع للمسالة صحيح تهمة خطيرة تهمة تضرب الأمن الاقتصادي والوطني يعني إحنا إذا أفراد إحنا محاكمة فكيف بمؤسسات ومصارف وإلى آخر هذا يعني أمر خطير جدا طيب أنا أشكرك دكتور شكرا شكرا